خلال أربعة أيام من المنافس الشرسة تنافست فرق من روسيا والصين في تخصصات ركزت على اتفاع الجوي والقضاء على اللخام العيمة ومكافحة الإرهاب والقرصنة ولم يكن المشاركون يتنفسون ضد بعضهم البعض فحسب بل أيضا ضد ظروف الجوية صعبة للخاية هذا وأشهد مسؤول المنافسة بالمعايير العالية في المسابقة كانت هذه هي المرة الأولى التي تصدف فيها البحرية الصينية في جيش التحليل الشعبي مسابقة كأس البحر للسفن السطحية تم تنظيمها بأمان وسلاسة وكانت النتيجة مقنعة كما عملنا على تعميق صداقتنا